صبيب الخبر نوش توفيرك عن الخبر MARQu storms نؤمنوا أنAb45 المصابقة هناك نعم هل تعبون كثيرا؟ أحنا علم Morgen أحناكümüz نحن كس 푸ه نبدأ Program Anka نg Nosn Ena قائد أركان الجيش الوطني الشعبي قائد الأركان تصريح حسنا قائد التصريح كان بأسلوب ماء ضد الحركة الشعبي يخوف فينا هذا هو ثانيا أنا حبيت أن نوجه للنيدان نقول له الغلوب لجيش الوطني الشعبي هو المؤسسة أولا يعمل عليها الشعب الجزائي ومشروع الطورة الجزائية الذي لم يجزنه ثانيا الغلوب الجيش الوطني الشعبي في 1862 وفي شهر قد بزاف وفي شهر قد بزاف بالدفع ما هو الشعب الجيش الوطني الشعبي في 1812 ما هو الفرق بلاد المعامل الأخلاق؟ فرق كبير ما هو؟ العقيدة في خدمة الوطن؟ لا الجيش الوطني الشعبي في 1862 هو تكسر المؤسسة الشرعية الثورية وتكسر معها مشروع الطورة الذي كنا نتمنى ويتحقق عنها أنه يوجد أجل سنة وهو أولاد الجزائر أولاد الشعبي الجزائري ومثقفين ومتكونين وعنده رسالة واحدة هو حفظ السلم والأمان في الوطن لكن ما هي أنت في سياسة نحن في الجزائر وما تبقى من جيل ثورة لا بريمل في العراق في الجزائر ولا ساركوزي في ليبيا ولا أمير في المورادية ولا بريمل في الجزائر ولا ساركوزي في ليبيا ولا أمير في المورادية عندما نرى تصريح رئيس الأركان معناه يهدد بطريقة ما الحركة الشعبية الحركة الشعبية ليست موجودة في العاصمة واضح أنه موجود في كل المدن الجزائرية شرقا وغربا وشمالا وجنبا وانت كيف ترد على التحديد؟ وانت الحمد لله يدينا ذرف دوسلا على فرنسا حمد لله يدينا ذرف دوسلا على فرنسا هذا ذركة رو يخلع فينا رو يشغل والجيش وكذا وبو تفليقة وكذا انت هذا اللي يدفع على البلاد هذه من عند فرنسا والله يبارك وتلايب قائد الولايات الرابعة التاريخية واش ترد؟ واش دمنا الكوراة؟ هذا اللي أنا قتلوا باللي الجيش هو المؤسسة الوحدة اللي حفظة البلد والوطن ويوقف مع الشعب هو الجيش يبعد عن الحركة الشعبية إن شاء الله هذه واحدة ولداء قوات الجيش قوات الجيش انتعنا قوات الجيش تعنا من خلوة الجنود الكابرانات السلجانات ما تقول لهم؟ الريسانة واضحة أنا تقول لك الجيش الوطني الشعبي عام 1962 محوش الجيش الوطني الشعبي عام 2019 بمعنى ماذا فيه رجال برمين فيه جيل آخر نخطة فيه زوج جيالي محوش الجيش يعني لا نزل نقعة منهم من المجموش الجيش تدشار ولهذا ذكرت بالله خايف قال يد خارجية أنا يد خارجية فيها أيام خارجية وذكرها هكذا فيها مؤامرة خارجية ولهذا قالوا لا بريمان في الجزائر ولا صاركوزي لماذا؟ شفنا في ليبيا وشقا وشفنا في العراق العراق الآن محتل العراق محتل حوالي 30 قاعدة أمريكية وحوالي 8 قوائل مطارات في العراق يعني العراق محتل واليد الخارجية أنني أقول بأن أمريكية 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 أنا أمريكية 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 يحب أن يوصلنا إلى عراق وليبيا وسوريا أمريكي أمريكي وليس في جيش الشعب الأخضر لأن هذا الجيش الوطني الشعبي جيش الشعب جيش الشعب وماذا بنا ما يقحمش في هذا المشاكل وتقدر تجعلنا رسالة لعبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة هو رئيس الجزائر ورئيسنا كل ورئيس الموالات ورئيس المعارضة ورئيس بوتفليقة يكفيه شرف دار واشدار مانا هو ما عليه ومع المشاكل لم يتكلم بوتفليقة كيف أن يكون رئيس جزائرين اذا كان يحكم فيها على مراجعة سلال البارح ويعودها اليوم المرشح التعنى ورئيس بهذا الشعب لا يوجد تقنى نعم لذلك يقوم بتعليقات ملاحظة. أذاً يبدأت بأن الناس الثلاثة ذاتها يقوم بتعليقات التعليقات بشكل تحيبي. أقوم بتعليقات وحسب جميع الحقيقة. هم exemptionٌ بالنسبة لأنها لا يمكن بيظهر المدرسة. وعندما يحضر بهم الولايات وماذا يحضر الخضر؟ كيف يحضر الحراك الشعبي؟ الحراك الشعبي هو حراك شعبي ومحترم وسلمي وحضاري أردت حضر اليماج إلى فرنسا إلى جيليجون الحراك الشعبي أطاعت درس للشعب الجزائري والحكم وأطاعت درس من الخارج سؤال الأخيرة كيف تنصح هذا عبدالعزيز بوتفليقة؟ هل تعرفت عبدالعزيز بوتفليقة؟ عبدالعزيز بوتفليقة أطلت له رسالة متوحة وقالت له أنت عرفت ناس كبار باسم طورة الجزائري وباسم دماء وكان له شرف لكي أعرف زعامة كبار في العالم لكي أتعامل مع كوسيقي مع بريجلا مع فيدالكاسترو مع دوغول مع موديبو كيدا مع هيلة سيلاسي وحبيت أن أقول لكي أذهب وأن يرغب على مدهجز بوتفليقة ثانياً يحيى ثالثاً ومن المجلس يقول لكم مرذي أن يذهب على أمي الخدر ولم يريد أن يحكم بلاده؟ لا يرغب على بلوش لا يرغب على بلوش كلمات ترجع للشعب كلمات ترجع للشعب كلمات ترجع للشعب وهذا الرئيس أمير أخذناك سوف تقول لي معلبها لبواب لا يتكلموا بالإصلاح الإصلاح هذا 15 سنة 20 سنة 20 سنة كلمة الإصلاح ينتهد إنتهد الإصلاح هو هذا الدائرة اللي يرام في الدائرين بوتفلقة ومعلبهم إنتهدوا كنت عندك هذا الشيء عام وانا قلت لك لا كيف قابل انت بلادي سيرها واحد ما انا بانوش باليروي يحكي كيف مراك لكم؟ وعلى هذا الشيء اللي انت حذو قلنا بوت في الإقاذة وغير لازم يروح نبط ايه لازم يروح يروح نظيف ان شاء ومتاك سنب الحرك الشعبي عمير اخدرناويسا أنا مساعد الحرك الشعبي ونوجه ندال الحرك الشعبي للجمعة القادمة باش يكمل بالاسلوب التاوي الحضارية السلمية وفي هذا الضبط اولا هذو اللي ذكرتم لك لازم يبشون وبعدين انا نطلب باش تكون كوميتي دو كورديناسو لجنة باش تتحور مع النظار من الحرك الشعبي لجنة تكون من الحرك الشعبي يتكلمون مع النظار نحن الحرك الشعبي موش راح يتيح النظار بس هذا الحرك الشعبي اخدرنا باش غاتيك معلومات الحرك الشعبي لا راح ورزقوا لك ايه واحد روي الطرفية و في لينا Pool هذا جزء هو وذون Yunus إن كان Dana لذا يحترم حرك الشعبي ثانيا هذا اللي عطينا امل أمل في التغيير هذا الأمل في التغيير يأتي من الحرك الشعبي لأن تجربة الحزاب قدرناها عشرين سنة لم أجابت أول وراء من الحزاب هذا لازم الحزاب ينضموا الحرك الشعبي وحتى أحد لا يوجد الحق لكي يتبنى الحرك الشعبي ورزق الشعب سؤال هذا الخرطاء وقالتها كبلافتم الكبار وبلغتم العمر وكذا وإن شاء الله صحة وطل عمرك أنت تحب لي يدي تقسمني أمير؟ لا 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 أتكلم أنني جيد إن شاء الله تطل عمر أمير أخير غضوة إن شاء الله يكتب ربي وتلاقي خابتك شهداء يستشهدون معك في الثورة والذي قلت أنت مشرف عليهم وتلاقيها ويسقسيوك على عشرين سنة هذه اللي فاتت أنا عارف قبل ما تتحقق هذه أنا المعيشة نتاعي بعد ذلك أعتبرتها عقوبة بعد الشهداء اللي أجتماع راني شوف باللي عقوبة من عدل إله لأن الشيء اللي كنا نتمنوا اللي يتمثل في المشروع الثورة ما تحققش خدعناهم الشوية ما أخدوا عين ما تتكلمون عن الشوهداء في الخطاب السياسي في المناسبات نستعملون كاستهلاك ما عندهم حتى أنا أحس بروحي معيشتي بعد ذلك عقوبة ومتا توقف مع الشاب بليران برا عمي الخضر توقف معهم وتساندهم؟ أنا راني معهم أنا راني معهم وكي نأمل في الحركة الشابية إن شاء الله يا رب بالله يرضى عليك وانا ماذا بيا نأكد لا بريمال في العراق ولا ساركوزي قال فيها يد خارجية يد خارجية هذو اللي يرى في المدن شوفوه الشباب هذو انت ساركوزي ولا بريمال هل يخوف فينا هل يخوف فينا ولكن هذا جاز وقت لا يرضى عليك لا يرضى عليك لا يرضى عليك الخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة